شكراً سيد الرئيسة اقترح رئيس حكومتها سيد رئيس الجمهورية وبمناسبة سقوط الرئيس الحكومة المقترح الأول الذي اقترحه الحزب الفائس والذي كله تم حسب الإجراءات الدستورية وكما يتوقعه الدستور والذي طبعاً في هذا نحن علينا برشاً أخذ ورد فيما يتعلق بالاستيقالة الأخرى اللي فيها مقابلها كذلك لا يحت سحب الثقة ونقاش تم وما إلى ذلك والذي النقاش هذاك ينجم يتم بمناسبات أخرى في ظروف أخرى وبمعطيات أخرى اللي بالنسبة لنحنا نثوره وأنه تنجم تشكل حالة من التأزم السياسي والمؤسساتي والدستورية في البلاد والذي هدايا بعض السلوكات وراتوا أنها ممكنة وفرضية معناها نجم تكون والذي علينا أن نتجنبها في كل الحالات أنا لا أريد أن أتحدث عن البرامج وفي الحكومة ما هي دورها ورئيس الحكومة ما هي دوره وما تفعل أنا لا أريد أن أتحدث في شيء بسيط سيد رئيس الحكومة المقترح أنت اليوم في كل وار وأنت اليوم لكي تنازعك تجاذبات نجمة وكبيرة ما هي ربيك ما هي نجم يكون يحتويك ما هي شدك ما هي خدم بك الأجندة متاعه لأنه اتضح وأنه اليوم كل واحد عنده الأجندة الخاصة فيما يتعلق بالتنفذ ومسك السلطة بطريقة ما سيد رئيس الحكومة اليوم كان بالأمس في الاجتماع اللي وقع فيه أربع حزاب وقع الإشارة وإعطاء الضوء الأخضر لأنه يتم عدم منحك الثيقة والمرور إلى تفعيل فصل مياه وأحداث الشغور في غير الحالات من صحب الثيقة والاستقالة رانا اليوم في وضع متاعه رئيس الحكومة المستقيل في الحبس اللي تدوسه متاعه وتسب في القطب المالي واللي تلقى روحه قدام كيف كيف أحزاب اللي مورطة مورطة في برش حكايات من الفساد من الاغتيالات السياسية من الجهاز السري من البغداد المحدود تسمى رزن كبير ثقل كبير أنت في وسطهم هذوما أنت في وسطهم لجم تكون عندك معناها نوايا خارق العادة والوزراء اللي معاك كيف كيف عندهم إرادة وينفولانتي معناها خارق العادة والنوايا حسنة نوايا ملائكية في هذوما كيفاش بشتعامل هذه أحزاب بطبيعة أحزاب اللي عجزت مدة عشر سنين على أنها تكون حل لتونس وتأخات مع الفساد ورسكلة الفساد الفساد المالي والاقتصادي والسياسي بما فيها المنظومة القديمة تأخات معها وعودتها وتعايشت معها وتصالحت معها بين ذفرين من أجل السلطة ومن أجل النفاذ إلى السلطة اليوم التصويت ليس تصويت اللكاء سيد رئيس الحكوم وليس تصويت لحكومتك هو تصويت للبرلمان هو تصويت للبرلمان لأنه كل العنوين نجمو كله ما نحبوش نمشي وللمجهول ما نحبوش نمشي وللوضعية وكان نعرف وقتاش باش تتعمل الانتخابات تقول نمشي وما نصوتوش وبالنسبة نحن نحب الاستقرار كل العنوين لكن العنوان الأصلي والأساسي هو اليوم تصويت باش من نمشي ووضعية وأنه يتحط البرلمان في وضعية فرضية الحل وطبعاً كل واحد عنده أسبابه فما الأسباب المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي الجاي ينجم يكون فيه ما يكون وفما منها الأسباب الإديولوجية المتعلقة بكل واحد شراف المؤسسة هذه شوية شوية اللي نقوله اليوم انتظارات التوانسة كبيرة انتظارات التوانسة في الأمن هذا سيد رئيس الحكومة الدستور للبلاد هذا اعتراف بدين هذا اعتراف بدين الدولة لكل مواطن هذا اعتراف دين الدولة لكل مواطن بالحرية بمساوية التامة بين المواطنين بالكرامة بالصحة التي توفر كل مواطن اللي اليوم كل مواطن يعاني في السبيترات في المستشفيات وفي المستوصفات اللي اليوم انساة تموت باش تمشي تولد ما تنجمش توصي للسبيتر ما تنجمش توصي للمستوصف اللي تلامد تهزوا من الوديان تاكلهم الذيبة وما يصيرش المدرسة متاعه اللي فيه من الجمش المواطن يلقى رغيف الخبز ما ساترته كان لحيوت هذا الدستور اعتراف من بدين من المفروض انه كل المواطن يهزوا ويمشي على الشباك الكرامة باش يتغذى منه وياكل منه ويشرب منه ويتلقى منه السكان والصحة اللي توفر له كرامته وللكرامة ذي من أجلها استشهد المئات وقدمنا الآلاف من الجرحة وآلاف من المنافي والمساجين اللي يدفعوا ضريبة الدم من أجل وأنه نحن نكون اليوم هنا ننعم بهذه الحرية ونقدموا لبلادنا فم خيانة عظمى مدة عشر سنين تمت فم التفاف على هداف الثورة منذ عشر سنوات مضت اللي تتحمل فيها مسؤولية أحزاب استمرت منذ عشر سنوات في الحكم وأحزاب الآن هي مسبوغة بسبقة النظام السابق ومن منظومة السابقة هذا كو الموجود ونحن نعرف اللي منظومة التوافق مدة خمسين تعداد شنين نتائج متاح الكارثية على البلاد ونحن نعرف منظومة الترويكا اللي شادت قبلها ثلاث سنين شنية نتائج الكارثية على البلاد انتم مش مش كون عندكم عصا سحرية انتم في وسط هذه المنظومة بالذات العاجزة الفاشلة اللي بالنسبة هي تركب هذا المشهد بالذات ومعلينا كان ننظر لرواحنا وللبرلمان هذه التركيبته هي تركيبة عاجزة فاشلة على ان تنشئ تحالف برلماني حكومي حول برنامج وطني ديمقراطي الاجتماعي جامع يطرح أولويات المطالب اللي هي الشغل والحرية والكرمة الوطنية المتعلقة بمقاومة البطالة مقاومة الفكر مقاومة المعنى التهميش الموجود في المناطق الداخلية تحسين وضع المرأة الريفية اللي تموت كل يوم تحسين تنكر التلاميذ امتاعنا اللي يموت كل يوم تحسين الظروف المعيشية للمواطن اللي نحن نعرف ظروف الكوفيد إذا ما كانتش فما استفاق ونهوض تضامني اجتماعي شعبي عند الناس رأي ناس ماتت بالشر نحن مرة أخرى نعاود ونذكر ونذكر ما بنادكم كيفاش عشتوا أيام الكوفيد برشا ناس عايشة كيفيران متلجا مش تخرج تخرجها وخليها في ديارها متلجا مش تخرج وقت اللي ما كناش مش تخرج فما ناس متأكلش وفما ناس متغذاش وفما ناس متدويش وفما ناس تموت كل يوم وخلتنا الكوفيد عرّات الفوارق الاجتماعية وعرّات ضعف الدولة وعرّات السياسات اللي فيها الدولة لكل مواطن وفما تعليم ناس نجم عند اوضيناتور بشي نجم يتعلم الدستوس ويعدي امتحاناته الدستوس وفما تلميذ آخر ما نجمش هذا عرّت الكوفيد اليوم برامج الموجودة والإصلاحات الموجودة ليست تلك الإصلاحات اللي تتحف عليها برّة بيع المؤسسات العمومية وبرّة ناحية دعم وبرّة أمشي فهمتي لا زيد في سر سنة تكاعد الإصلاحات العميقة هي المرفق العام للمواطن هي الصحة المواطن هي تعليم المواطن اللي هي قوة منجة ما تنساوش اللي التعليم والمعرفة هي من القوة المنجة وهي رافعة من روافع تطور المجتمعات اللي اليوم التعليم أصبح في سلم في آخر اهتمامات المواطنين مرّة أخرى لنقلوه نحن قدام مواقع لعلينا أن نجاب بها بحقيقة أن اليوم هذا البرلمان وهذه التركيبة في البرلمان وهذه التشكيلة بطبيعة الأحزاب اللي في وسطه وبطبيعة التشضي الموجود ما ينجمش يستمر أربع سنين ما ينجمش يكون عبع للتوانسة أكثر من أربع سنين أخرين وأكثر من المدة للتعداد أذك علاش انتخابات سابق الأوانها وذك علاش حل البرلمان في الأيام القادمة وفي الأشهر القادمة يلزمنا نتوقعوه ونحطوه من أجل حوار وطني حقيقي يعد الانتخابات على قاعد قانون انتخابي يعطي بالضبط كل الإمكانيات للكل مترشحين ما فيهوش المال الفاسد وما فيهوش الإشهر السياسي وما فيهوش معناها الاستعمال المساجد وما فيهوش الأعلام الحزبي وما فيهوش كل ما يشوه العملية الانتخابية فيه تغيير نظام الاقتراع وفيه تغيير كل المسار الانتخابي اللي يعطي كل فرص النجاح المتثاوية على أساس الإنصاف لكل المواطنين وكل مترشحين وعلى أساس النزاهة وعلى أساس المؤثرات اللي تاقع على أساس برامج مش على أساس زابونية وعلى أساس شريت لك مناعتك كيلو مكرونة وكردونة فيمت المنعرشنية وطهرت لك ولك لك كل عام وشريت لك مناعرشنية كل عام وما إلى ذلك على أساس مؤثرة حقيقية وقارعك بالبرنامج والحجة في وعي تام لها على أساس ترجمة نانسي قنقر